وفقاً للمدى 31 من الدستور الإيراني ففي حال وفاة غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية بموافقة المرشد كذلك تقول المدى 31 من الدستور إنه سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها خمسين يوماً فمن هو إذن النائب الأول؟ يشغل محمد مخبر 68 عاماً منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 إيب 2021 بناء على اختيار رئيس له وكان مخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة رئيساً للجنة تنفيذ أمر الإمام وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية ما بين 15 تموز 2007 حتى 8 إيب 2021 ويتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي حيث اختاره الأخير في عام 2007 ليكون الرئيس التنفيذي لمؤسسة استاد وهي أمبراطورية مالية أخرى تسير مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي أما لناحية العقوبات ففردت عليه من الاتحاد الأوروبي عام 2010 مع سبعة إيرانيين آخرين لصيلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي فيما وصفته بالفساد المنهجي وسوء الإدارة في إيران إلى ذلك ارتبط أسم مخبر منذ بداية حياته المهنية بفضيحة فساد ربطت مؤسسة مستضعفان بالحرس الثوري الإيراني والجدير ذكره أن مخبر هو الثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس كما أنه كان يستقبل في عدة مناسبات الوفود الخارجية التي تزور إيران بدلا من الرئيس موسيقى